نروح لكرة السلس سيدات وكان عندهم مباراة دور الثمانية في كأس مصر مع نادي الطيران والنادي التأمين أنا آسف وستطعنا نحن نفوز وبفرق كبير الحمد لله بنتيجة 98 و34 وبناء على الفوز ده تأهلنا لقبل النهاء كأس مصر اللي أتكلم عنه ده هو مطش دور الثمانية في كأس مصر وتأهلنا لدور قبل النهائي في كأس مصر ولكن مش هيستقنى في القبل النهائي هنستقنى في دور السوبر عندنا أول مطش مع نادي الظهور في دور الترتيب الثمانية يوم السبت اللي جاي على صالتنا الزغيرة صالت الشهداء خلاص السيدات سبق بخطوة هم بدأوا خلاص الدور الترتيبي أو الدور الترتيبي في دور السوبر ثمان فرق بالعب ورايح جايب 14 مباراة هم بدأوا أول مطش ليهم مع الظهور بإذن الله طبعا زي ما حضراتكم عارفين فرقتنا لسا محققة بطولتين هما السوبر المصري وبطولة القاهرة بيقود الفريق كابتن طريخ خير الحمد لله فرق بشكل عام فيه يعني سبات في المستوى بشكل كبير آه عندنا الأفضل والأحسن ولكن لسا الاختبار الحقيقي اللي هو دور السوبر وكأس مصر وأكيد هيبقى مع نادي سبورتينج يعني بالبديهي كده فاينال دوري المرتبط فاينال دوري السوبر أكيد مع سبورتينج وأيضا هيكون كأس مصر مع سبورتينج يعني كالكاتي يمكن تالت أو رابع مرة هذا الموسم كل التوفيق لفريق كرة السلة سيدات